تتواصل الحملات الإغاثية التي تقدمها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية للنازحين في مختلف المحافظات العراقية للتخفيف عن معاناتهم والظروف الصعبة التي يعيشونها منظمة أم القرى وزعت منحا مالية مع نسخ من القرآن الكريم على 23 محاضرا و234 طالبا وطالبة من النازحين في المدارس والثانوية الإسلامية في محافظة التأميم تم توزيع منح مالية على 23 محاضر في هذه المدارس الإسلامية كما تم توزيع منح مالية على أكثر من 234 طالب وطالبة في المعاهد الإسلامية والثانوية الإسلامية في محافظة كاركوك حملة المنظمة تأتي تقديرا منها للعلم وأهله وتعظيما لشأن العلماء وطلبة العلم ومحاولتها لتذليل الصعاب أمام الأساتذة والمدرسين والطلبة وإعانتهم وأسرهم لإنجاح العملية التربوية تأتي هذه الحملة تقديرا من المنظمة لمسيرة العلم والعلماء وخدمة للعلم وأهله وخير ما يقدم من الخدمات يقدم إلى طلبة العلم وأساديثة العلم وشيوخ العلم إدارة تلك المدارس شكرت منظمة أم القرى على جهدها التي تبذلها مع النازحين بصورة عامة والمسيرة العلمية بصورة خاصة باسمنا وباسم ثانوتنا نشكر منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية على ما قدمتها من مساعدات مالية وكذلك مصحف لكل طالب وللمحاضرين دائرة التعليم الديني في كاركوك ثمنت جهود التي تقوم بها المنظمة من أجل دعم العلم والمسيرة العلمية لتجاوز الأسمات التي تمر بها في ظل معاناة النزوح الصعبة أتقدم باسم دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية متمثلة بوحدة إشراف كاركوك بالشكر الجزيل لمنظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية لتكرمها بمنح إعانات مالية للطلب المتعففين والمحاضرين وعمال الخدمة في ثانوياتنا الإسلامية حملات المنظمة وسعيها لمساعدة العملية التربوية واحدة من أبرز اهتماماتها بشريحة النازحين الذين انقذت عليهم سنوات وهم يعانون تحاول منظمة أم القرى أن تبذل المزيد من الجهود في سبيل إيصال المعونات لمستحقها